أهلاً وسهلاً بحضراتكو في يوم جديد من فقرة الصحافة من برنامجكو الحياة في مصر بما أننا في مناسبات كتيرة في حياتنا أهمها ثورة الشعب العظيم ثورة 30 يونيو النهاردة كمان ذكرى تانية مهمة جداً ذكرى يوم استثنائي في تاريخ مصر ذكرى 3 يوليو وده يوم الحسم من أسود وأسوأ ما مر على مصر الذكرى اللي تم فيها الإطاحة بحكم الإخوان ورئيسهم المزعوم محمد مرسي بعد عام بقى من الفشل والضمار والخراب النهاردة ذكرى بيان القوات المسلحة اللي ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلنت فيه خارطة المستقبل لإنقاذ مصر من جماعة ومن حمقتهم خرج لها المصريين في 30 يونيو لإسقاطهم وإسقاط جرائمهم النهاردة ذكرى يوم سيتوقف أمامه التاريخ طويلاً ذكرى استجابة القوات المسلحة لنداء الجماهير وكل القوى السياسية من منطلق مسؤوليتها الوطنية والتاريخية النهاردة ذكرى تعطيل العمل بكل ما سعت إليه الجماعة الإرهابية وقيادتها المجنونة النهاردة ذكرى بيان أوقف كل المحاولات والأطماع في التآمر على الجيش وتغيير العقيدة العسكرية والتحالف مع الغرب لتقسيم المنطقة وتدمير الجيوش العربية والتفريط في الأراضي المصرية وسيناء الحبيبة النهاردة عمره يوم ما حيتنسي لأننا بذلنا فيه كل الغالي والنفيس من أجل مستقبل شعبنا العظيم ترجمة نانسي قنقر